اشتركوا في القناة والجوازات والإقامة في كلمته إلى أنه انطلاقا من رؤية الملكية السامية لملك البلاد المعظم حققت مملكة البحرين العديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان مثمنا الدعم والمتابعة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمشاريع الإصلاحية والعمل على تطويرها لمواكبة أحدث المتغيرات وتطرق الشيخ هشام إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها مملكة البحرين في محاربة الأسباب التي تؤثر على الأطفال والنجأ مشيرا في هذا الصدد إلى برنامج معا الذي أطلقه الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية مضيحا بأن البرنامج يركز على تمكين الشباب في المدارس وأسهم في انخفاض ملحوظ بنسبة 56% في السلوكيات السلبية بين الطلاب المشاركين في البرنامج ترجمة نانسي قنقر